الحمد لله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فنتابع درسنا في هذا الكتاب المبارك منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله وكان الشيخ قد بدأ فيما يتعلق بمنهاج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وهذا توحيد الاعتقاد لأنه زن بعده بتوحيد العمل وهذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات الذي شرحه الشيخ هو توحيد المعرفة والإثبات توحيد المعرفة والإثبات والذي بعده هو توحيد العمل والقصد لكن هل أكمل توحيد المعرفة والإثبات؟ لأن التوحيد كما تعلمون ينقسم إلى ثلاث أقسام توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهذه لها جوانب في المعرفة والإثبات ولها جوانب في العمل ولهذا فإن من أسماء الله عز وجل الرب ويدخل تحت هذا توحيد الربوبية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأما الركوع فعظموا فيه الرب فظهر أن الرب اسم من أسماء الله عز وجل تعبد به تقول عبد الرب وتدعو به تقول يا ربي فهو مندرج في الأسماء والصفات وكذلك توحيد الإلهية فإن الإله من أسماء الله عز وجل الإله من أسماء الله عز وجل فله جانب معرفي وله جانب عملي أما الجانب المعرفي هو أن تشهد أنه لا يستحق العبادة إلا الله فهذا جانب معرفي لكن في الممارسة العملية هل تمارس ذلك هل أنت لا تتوجه بالعبادة إلى غير الله عز وجل أو إلى الله عز وجل فإذن بهذا يندرج توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية في توحيد المعرفة والإثبات وهذا يفسر لنا تركيز العلماء القدامى في كتبهم على توحيد الأسماء والصفات البخاري في صحيحه مثلا كتاب التوحيد ركز فيه على توحيد الأسماء والصفات لأنه في الحقيقة يشمل أنواع التوحيد الثلاثة والخلل الذي يأتي في العبادة إنما يأتي من الخلل في توحيد المعرفة والإثبات كذلك ابن خجيمة لما كتب كتابه في التوحيد فإنه ركز على توحيد الأسماء والصفات ولهذا سمّاه الشيخ هنا توحيد الاعتقاد لأنه معرفة بالقلب وإن كان توحيد العمل داخل في الاعتقاد لكن فيه ممارسة عملية فبعد أن أوجز الشيخ الحديث في ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات انتقل إلى طريقة أهل السنة والجماعة في عبادة الله عز وجل ناقش مسألة فيما يتعلق بالمنكرين للأسماء والصفات فقال إنهم جمعوا بين التمثيل والتعطيل والمشهور عنهم أنهم معطلة ولهذا لما رد بابن القيم قال الجهمية والمعطلة لكن يصح عليهم أن يطلق عليهم أنهم ممثلة ومعطلة لماذا؟ لأنهم ما فهموا من نصوص الأسماء والصفات إلا التمثيل ولهذا أنكروه فهم مثلوا ثم معطلوا فهم ما فهموا من ظاهر النصوص من الآيات والأحاديث إلا أن ظاهرها هو الذي ظاهر المسميات التي عند المخلوقين فظنوا أن هذا تمثيل فنفوا هذا التمثيل فهم وقع عندهم التعطيل التمثيل أولا ثم معطلوا ولهذا قال الشيخ قال ولهذا يجب عليكم أيها الإخوة أن لا تتخيلوا أي شيء من كيفيات صفات الله عز وجل لأنهم تخيلوا أن هذا الظاهر هو صفات الله هو معنى اللفظ فهذا تمثيل ثم عطلوه قال لا أقول لا لا تثبت المعنى لأن المعنى يجب أن يثبت لكن تخيل كيفية تلك الصفة لا يمكن أن تتخيلها وعلى أي مقياس تقيس هذا التخيل هذا في آخر صفحة الثمانية ثمانين ثم قال لا يمكن أيضا أن تتخيل كيفية صفات الله عز وجل لا بالتقدير ولا بالقول يجب عليك أن تتجنب هذا لأنك تحاول ما لا يمكن الوصول إليه بل تحاول ما يخشى أن يوقعك في أمر عظيم لا تستطيع الخلاص منه إلا بسلوك التمثيل والتعطيل وذلك لأن الرب جلت عظمته لا يمكن لأحد أن يتخيله على كيفية معينة ومن فعل ذلك فقد قفى ما ليس له بعلم ما ليس له بعلم وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وإن تخيله على وصف مقارب بمثيل وإن تخيله على وصف مقارب بمثيل فقد مثل الله والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يمكن أبدا أن تتخيل كيفية صفات الله عز وجل لا بالتقدير ولا بالقول يجب عليك أن تتجنب هذا لأنك تحاول ما لا يمكن الوصول إليه كرر العبارة طبعا قال وبهذا نعلم أن من أنكر صفات الله أنكرها لأنه تخيل أولا ثم قال هذا التخيل يلزم منه التمثيل ثم حرفوا ولهذا نقول إن كل معطل ومنكر للصفات فإنه ممثل سبق تمثيله تعطيله مثل أولا وعطل ثانيا ولو أنه قدر الله حق تقديره ولو أنه قدر الله حق تقديره ولم يتعرض لتخيل صفاته سبحانه محتاج إلى هذا الإنكار وإلى هذا التعطيل وهذه القضية ناقشها ابن عثيمين عليه رحمة الله بشكل موسع في كتابه في كتابه القواعد المثلة لما ناقش قاعدة هل ظاهر النصوص مراد أم غير مراد ظاهر النصوص الذي هو القرآن النص الضقين نص القرآن أو نص السنة هل هو مراد ولا غير مراد وذكر أجماء أهل السنة على أنهم يقولون تجرى على ظاهرها تجرى على ظاهرها والمراد بالظاهر المتبادر من اللفظ المعنى المتبادر من اللفظ تجرى عليه على ظاهرها لكن هذا الظاهر ليس فيه تمثيل ولا تشبيه ورد على الذين ذكروا أشياء وقالوا أن الظاهر فيه فساد وبين أنهم أخطأوا خطأ بينا في مرادهم لمعنى الظاهر فإن ظاهر النصوص لا يمكن أن يكون فاسدا ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بما ظاهره فساد وأنها لو تحتاج تأويل ثم كتم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التأويل عن الأمة فإنه ما بلغ البلاغ المبين وهذه كلها لوازم فاسدة فالواجب أن الإنسان يجريها على ظاهرها لكن ليس المراد الظاهر الذي هم يفهمونه فإنهم يفهمون من ظاهرها الفساد يرون أن ظاهرها فاسد ويحتجون بما لا حجة لهم فيه من أمثلة ما احتجوا به عبدي مرضت فلم تأتعدني فقالوا لو قلنا بالظاهر هنا لكان يوصف الله بأنه يمرض وهذا ليس هو ظاهر النص لأن هذا النص مفسر في آخره لأنه في آخره قال مرض عبدي فالمرض ليس وقع على الله عز وجل فإنه صفة نقص فهذا ظاهرهم مفسر لكنهم من باب التشويش على أهل السنة يريدون أن لا يسلموا بالظاهر يحتجون بما لا حجة فيه وناقشهم مناقشة جميلة في هذا الباب وذكر أكثر ما احتجوا به وأبطله عليهم بالدليل ولهذا أنصح الأخوة لمراجعة القواعد المثلة في الأسماء الحسنة لابن عثيمين فهي مفيدة في بابها وقد حصر الموضوع ولخصه تلخيصا جميلا وذكره أيضا في كتابه تهذيب التدمورية فإنه عليه رحمة الله هذب كتاب التدمورية لابن تيمية هذبه وذكر هذه المسائل في هذا التهذيب ننتقل إلى ثانيا قال ثانيا لأن العنوان الذي قال منهاج أهل السنة ما قال منهاجهم في العقيدة قال في العقيدة والعمل فثانيا هو العمل قال طريقة أهل السنة والجماعة في عبادة الله وعبادة الله هي عمل لأن توحيد القصد والإرادة وهي توحيد الله بأفعال المكلفين توحيد الألوهية وتوحيد الله بأفعال المكلفين إذن هو توحيد عمل فصح أن يطلق على توحيد المعرفة والإثبات توحيد العلم وأن يطلق على توحيد الإلهية وتوحيد القصد والطلب بأنه توحيد العمل لأنه تقربك إلى الله بالعمل هذا هو توحيد الإلهية تقربك إلى الله بالعمل وبالقصد فهذا توحيد الإلهية فقال أما كونهم يعبدون الله لله عز وجل يعني هو ذكر عبارة مختصرة يقول أن أهل السنة والجماعة يعبدون الله يعبدون الله بالله في الله يعبدون الله بالله في الله فقال أما كونهم يعبدون الله لله فمعنى ذلك الإخلاص يخلصون لله عز وجل لا يريدون بعبادتهم إلا ربهم لا يتقربون إلى أحد سواه إنما يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إذن هم يعبدون لله يعني مخلصين العبادة لله عز وجل وهذا شرط في قبول العمل كما تعلمون فلا بد أن يكون المحرك والدافع للعبد في عبادته أن يكون يريد بها وجه الله عز وجل ومخلصا لله في عبادته قال ما يعبدون لأن فلانا يراهم وما يعبدون الله لأنهم يعظمون بين الناس ولا يعبدون الله لأنهم يلقبون بلقب العباد أو بلقب العابد لكن يعبدون الله لله فهو ذكر الأغراض التي تكثر عند بعض الناس منها الرياء أنه يعبد ليرائي بذلك الناس ومنها طلب المكانة عند الناس يعني يجتهد في العبادة ليشار إليه بالبنان ويقال عالم وشيخ ونحو ذلك من أغراض الدنيا أو يتلقبون بالعبادة يعني يحج ليقال له حاج أو نحو ذلك فهذه الأغراض الدنيوية كلها ليس من منهج أهل السنة والجماعة أن يعبدوا هذه العبادة المنحرفة وإنما يخلصون لله عز وجل في عبادتهم قالوا أما كونهم يعبدون الله بالله أي هم مستعينين بالله وهذا ما أخوذ من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فهم لا يرون من أنفسهم حولا ولا قوة وإنما يعبدون الله باستعانة الله عز وجل أن يعينهم على العبادة لا يمكن أن يفخروا بأنفسهم أو أن يروا أنهم مستقلون بعبادتهم عن الله بل هم محققون لقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد يعبدون الله لله وإياك نستعين يعبدون الله بالله ويستعينونه على عبادته تبارك وتعالى وأما كونهم يعبدون الله في الله أي في دين الله يعني في دين الله في الدين الذي شرعه على ألسنة رسله وأهل السنة والجماعة في هذه الأمة يعبدون الله بما شرعه على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام لا يزدون فيها ولا ينقصون منها فهم يعبدون الله في الله يعني في شريعته في دينه لا يخرجون عنه لا زيادة ولا نخصان لذلك كانت عبادتهم هي العبادة الحق السالبة من شوائب الشرك والبدع لأن من قصد غير الله بعبادته فقد أشرك به ومن تعبد لله بغير شريعته فقد ابتدع في دينه والله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فعبادتهم لله في دين الله لا يبتدعون ما تستحسنه أهواؤهم قال لا أقول ما تستحسنه عقولهم لأن العقول الصحيحة لا تستحسن الخروج عن شريعة الله لأن لزوم شريعة الله مقتضى العقل الصريح ولهذا كان الله سبحانه وتعالى ينعى على المكذبين لرسوله عقولهم ويقول بل أكثرهم لا يعقلون يعني ما ينحرف منحرف عن دين الله عز وجل ألا وعقله ليس كاملا ولا مستقيما يعني العقل الانحراف أصابه في عقله فانحرب سلوكه قال ولو كنا نتعبد لله بما تهواه نفوسنا وعلى حسب أهوائنا لكنا فرقا وشيعا لأن العقول متفاوتة والأهواء متفاوتة كل يستحسن ما يريد فيتعبد لله به وحين إذ لا يتحقق فينا وصف الله سبحانه وتعالى في قوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وهذا يدل على أن المراد بالأمة الواحدة التي لا تفرق فيها والمراد بالتفرق هنا هو التفرق في العقيدة وتفرق البدع وأما الاختلافات الفقهية فهذا مما يحصل بين خيار الناس فإن الصحابة حصل بين اختلافات في مسائل كثيرة في الفقه بحسب ما يظهر لأحدهم من اجتهاد في الدليل وهذا لا يسمى يعني الاختلاف المذموم هو ما كان في أصول الدين أو في العقيدة أو في المنهج فهذا خلاف مذموم لأنه يفرق الأمة وأي شيء يفرق الأمة فهذا لا شك أنه مذموم أما مجرد الاختلاف الفقهي فهذا لا يفرق الأمة ولهذا تبقى أمة واحدة منهجها واحد عقائدها سليمة فيتحقق معنى الأمة في هذا ثم ضرب الشيخ أمثلة وقال ولننظر إلى هؤلاء الذين يتعبدون لله بالبدع التي ما أذن الله بها ولا أنزل بها من السلطان كيف كانوا فرقا يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا وهم يقولون أنهم مسلمون لقد كفر بعض الناس بعضا بأمور لا تخرج الإنسان إلى الكفر ولكن الهوى أصمهم وأعمى أبصارهم وهذا الذي لا يكون خلافا فقهيا يعني الأمر الذي ينبني عليه التكفير فهو من أصول العقائد من العقيدة فلا يقال هذا خلاف فقهي وإنما خاصة إذا كان التكفير بأمر قد وقع الإجماع على خلافه مثل التكفير بارتكاب الكبيرة فإن الإجماع قد وقع على خلافه أما ما يتعلق بالشخص المعين هل وقع في كفر أم لم يقع في كفر فهذه مسائل اجتهادية إلى صار أصوله سليمة يعني أصوله سليمة مثل الذين اختلفوا مثلا في الحجاج هل وقع في كفر هل استهان بالشريعة فبعضهم قد يرميه بالكفر وبعضهم يرى أنه لا زال في المعصية ولم يقع في الكفر لكن هؤلاء منهجهم واحد أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة وإنما يكفرون بمكفر فمن رأى أنه استهان بالشريعة وأنه لا يرى تحكيمها وأنه يعارضها عن عمت أو نحو ذلك فقد يكفره ومن لم يرى ذلك فأنه لا يكفره فهذه مسألة جزئية ولذلك لم يجعلوا من الخوارج من حيث الحكم أنهم كلاب أهل النار ونحو ذلك لأن فيهم علماء وفقهاء ونحو ذلك لم يجعلوا من الخوارج لأن المنهج واحد المنهج واحد أنهم يقبلون السنة والخوارج لا يقبلون السنة الخوارج يكفرون الصحابة من عثمان فما بعد فهم لا يقبلون السنة والخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة وهؤلاء ليسوا كذلك يبقى الخروج على الإمام فهذا يطلق على الخارجي خارجي لكن لا يوازن هذا بالخارجي الذي يكفر مرتكب الكبيرة والذي ينكر السنة ويكفر مجموعة من الصحابة فهذا واضح الانحراف في منهجه أما الذين يخرجون ولذلك الخارج يبقى مبتدعا دائما أما مثلا لو نظرت أنت للذين خرجوا على الأئمة السابقين مثل بني العباس مثلا خرجوا على بني أومية ثم لما استقر لهم الأمر أطاعهم المسلمون وكثير من دول الإسلام يخرجوا بعضهم على بعض لكن ليس على منهج الخوارج وإنما طمعا في الملك وفي الحكم ونحو ذلك فلا بد أن نفرق بين الأمرين لأن الذين خرجوا على الحجاج كان فيهم من التابعين وكان فيهم سعيد بن جبير وكان من كبار التابعين ونحو ذلك فلا بد أن نفرق بين الأمرين فيصير هذا المسأل تختلف عن تكفير الأصله إذا كان قائما على بدعة فهذا داخل في العقائد إذا كان قائم على بدعة وهي رد السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكفير الصحابة أو تكفير مرتكب الكبيرة فهذا يختلف عن غيره ولهذا ذكر الشيخ أن أصحاب الهوى يكفر بعضهم بعضا قال ونحن نقول إننا إذا سرنا على هذا الخط لا نعبد الله إلا في دين الله فإننا سوف نكون أمة واحدة لو عبدنا الله تعالى بشرعه وهداه لا بهوانا لكن أمة واحدة فشريعة الله هي الهدى وليست الهوى قال إذن لو أن أحدا من أهل البدع ابتدع طريقة عقدية أي تعود للعقيدة أو عملية تعود للعمل من قول أو فعل وقال إن هذه حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة انتبهوا لهذه القضية لأن أهل البدع فعلا ما يركزون على هذه الذين أحدثوا طرائق في الذكر وطرائق في الأعياد وطرائق في الموالد وغير ذلك يركزون على مثل هذا الاستدلال فالشيخ ضرب حالهم هنا بهذا المثل الذي يحتجون به ولا حجة لهم فيه فقالوا إن هذه حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذا الحديث صحيح أخرجه مسلم وغيره قال قلنا له بكل بساطة هذا الحسن الذي ادعيت أنه في هذه البدعة هل كان خافيا لدى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو لما يأتي ببدعة ويقول هذه بدعة حسنة فتوجه له هذا السؤال تقول هل هذا الحسن في هذه البدعة التي ذكرت كان خافيا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان معلوما عنده ولكنه كتمه يعني بين أمرين إما أن الرسول يجهل هذه البدعة ألي قلت أنت أنها حسنة وأنها من الدين أو أنه علم ذلك وكتمه ولم يطلع عليه أحد من سلف الأمة حتى أدخر لك علمه والجواب إن قال بالأول فشر يعني إن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك وإن قال بالثاني فأطم وأشر نطبق هذه على بدعة المولد مثلا الذين يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم 12 من هذا الشهر الذين يحتفلون بهذا الاحتفال هل يرون أنهم يتقربون إلى الله ويأتون عملا حسنا أم يرون أنهم أتوا ببدعة ظلمة هم يرون أنهم يتقربون إلى الله وأن هذا يشمله البدعة الحسنة لكن يقال لهم هل الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك من الدين أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك من الدين أم لم يعلموا فإن قالوا علم ذلك نقول هل بلغه الأمة أم كتمه عنهم فهم بين أمرين أحلاهم ومر إما أن يقولوا أنه علمه فيلزمهم أنه كتمه وإما أن يقولوا لم يعلمه فيلزمهم أنهم أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جهل ذلك لاحظتم؟ ولذلك ما فعله الصحابة بل ما فعله الخلفاء ولا حدثت هذه الموالد إلا تقليدا للنصارى والذي أحدثها هم العبيديون الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين ينتسبون إلى فاطمة وهو نسب مزور وهم من الباطنية فهم الذي أحدثوا مثل هذه الموالد طيب كيف انتشرت في الأمة ونحو ذلك؟ يعني البدع كثيرة انتشرت في الأمة البدع كثيرة تنتشر في الأمة فمن وفقه الله عز وجل للأدلة الصحيحة عرف أن هذه بدعة وأنه ليس للإنسان أن يحتفل بمناسبة سعيدة تعبدا لله من غير اتباع للرسول والمناسبات السعيدة في الإسلام كثيرة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أهم من المولد انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة الفرقان أهم من ذلك يعني مهم أيضا فلو جعلنا لكل مناسبة سعيدة احتفالا وعيدا صار هذا تشريع جديد فأين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وكيف فات هذا على الصحابة الرعين الأول فلم يحصلوا على هذه الأجور هذه الخيرات التي أحدثها المتاخرون هذا كله لا أصل له والدين قد كمل فهنا لا ينطبق قولهم عليه أن هذا بدعة حسنة ولننظر إلى سبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فإنه أول أولا قيد قال من سن في الإسلام يعني شيء من الإسلام إذن ما معنى سنه سنه نفذه أول من بادر إليه أول من بادر إليه فيقتدي به غيره لكنه في الإسلام ماخوذ من الإسلام وذكر الحديث الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه هذا القول ذكره الإمام مسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة وذكر فيه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال في صدر النهار يعني كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رأى عليهم شدة الحاجة والفاقة فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذنا وأقام الصلاة إذن في صدر النهار معنى ذلك أنه صادف يوم جمعة أو صادف صلاة الظهر فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة من الفرح والسرور لأنهم جمعوا لإخوانهم شيئا كثيرا فقال رسول الله عليه وسلم يثني على الأنصار الذي أول من نفذ وبدأ بالعمل فقال من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجره شيئا ومن سنى في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا فهذا الصحابي سنى سنة حسنة لكنها في الإسلام وهي التصدق على الجياع يعني مشروعة في الدين إذن ماذا سنى سنى المبادرة سنى المبادرة والتعجل في الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقلده الناس وتابعوه في ذلك وقد يصدق هذا المعنى أيضا على بعض السنن التي تنسى وتمات وهي سنة لكن يغفل عنها الناس لسبب أو لآخر فيأتي رجل فيبادر بإحياة هذه السنة فيدخل تحته مسمى هذا الحديث لكنها في الإسلام من دين الله عز وجل يعني سنة نسيت ما هي منتشر عند الناس فأحياها رجل فهو يدخل في ذلك ومقابل هذا من جاء بسنة من سن سنة وهو في دين الإسلام وأتى بشيء جديد مبتدع فقلده الناس لمكانته العلمية والاجتماعية أو نحو ذلك وتتابعوا على هذا الانحراف فإن عليه من الوزر مثل أوجار الذين اتبعوا ولننتبه القول الأول في الإسلام يعني من دين الإسلام والقول الثاني وهو في دين الإسلام وليس من دين الإسلام لكن وهو في الإسلام وجاء بشيء أدخله في هذا الدين وهو بدعة فإن قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم حسن هذه البدعة ولذلك لم يشرعها قلنا رميت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم حيث جهلته بدين الله عز وجل وشريعته وإن قال إنه يعلم ولكن كتمه عن الخلق قلنا له وهذا أدهى وأمر لأنك وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأمين الكريم وصفته بالخيانة وعدم الجود بعلمه وهذا أشر من وصفه بعدم الجود بماله مع أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وهنا احتمال ثالث ذكره الشيخ وهو شر قال قد يكون يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها وبلغها ولكن لم تصل إلينا يعني إما يقولوا أنه يجهل وإما يقولوا أنه كتم وإما أنه يقولون هو بلغ بس ما وصلت إلينا يعني معنى ذلك أنه ضاع من دين الله شيء بقي من دين الله مما تحتاجه الأمة شيء وضاع من الدين حتى هم يعني اكتشفوه فأظهروه وهذا لا يكون يعني لا يمكن أن يضيع شيء من الدين صحيح أن بعض الناس قد لا يكون عنده الدليل عندما تحصل حادثة لكن الدليل موجود ولابد أن يكتمل للأمة دينها لابد أن يكتمل للأمة دينها في زمن الصحابة هو كامل من حيث الوحي والتشريع والتبليغ لكنه يرويه بعضهم وبعضهم قد لا يعرفه ولهذا أمثلة في السنة كثيرة أنهم لا يجدون النص ثم يأتي صحابي ويقول عندي في ذلك سنة فيأتي بهذه السنة ولهذا قال فنقول له وحين إذ طعنت في كلام الله عز وجل لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وإذا ضاعت شريعة من شريعة الذكر فمعنى ذلك إن الله لم يقم بحفظه بل نقص من حفظه إياه بقدر ما فات من هذه الشريعة التي نزل من أجلها هذا الذكر وعلى كل حال فإن كل إنسان يبتدع ما يتقرب به إلى ربه من عقيدة أو عمل قولي أو فعلي فإنه ضال لماذا ضال؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة فكل بدعة ضلالة وهذه كلية عامة فهي من ألفاظ العموم لا يخرج منها شيء ولا يستثنى منها شيء إطلاقا فكل بدعة في دين الله فإنها ضلالة وليس فيها من الحق شيء فإن الله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون ثم قال ثم نقول إن الحديث لا يدل على كل بدعة يعني من سن في الإسلام حسن لا يدل على استحسان البدع وما خرج عن شريعة الرسول ليس من الإسلام وهو قال من سن في الإسلام بل قد قال من سن في الإسلام سنة حسن وبهذا نعرف أنه لا بد أن تكون هذه السنة مما أثبته الإسلام وإلا ليست سنة في الإسلام ومن علم سبب الحديث الذي ذكرناه علم أن المراد بالسنة المبادرة بالعمل أو السبق إلى تنفيذ سنة كان أسبق الناس بها لأن سبب الحديث معلوم وذكر الحديث الذي مر معنا وهو أن جماعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء فحث المسلمين على التصدق عليهم فأتى رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يده فوضعها بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال الرسول عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وبهذا عرفنا أن المراد من سنها ليس من شرعها من سنها ليس المراد أنه شرعها وجاء بشيء جديد لكن من عمل بها أولا لأنه بعمله أولا يكون هو إماما للناس فيها فيكون قدوة خير وحسنة فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ثم قال ولا يرد على ذلك ما ابتدع من الوسائل الموصلة إلى الأمور الشرعية انتبهوا لهذه فإن بعض الناس يعني يحاول أن يجعل تناقض بين ما جاء من بعض الصحابة وبين الأحاديث التي تنكر البدع وتبطل البدع وما فعله بعض الصحابة ولم يفعله الرسول عليه وسلم فهو من باب الوسائل لا من باب الغيات ولا من باب التشريع فإن الوسائل لها أحكام الغايات الوسيلة التي توصل إلى الغاية فإذا كانت الغاية مشروعة فالوسيلة التي توصل إليها وهي غير محرمة فهي مشروعة إذا كان الوسيلة من المباحات وهي غير محرمة فهي مشروعة قال ولا يرد على ذلك ما ابتدع من الوسائل الموصلة إلى الأمور الشرعية فإن هذه وإن تلجلج بها أهل البدع وقعدوا بها بدعهم تلجلج يعني سووا لجاجة بها وقعدوا بها بدعهم فإنه لا نصيب لهم منها إلا أن يكون الراقم الماء له نصيب من الحروف بارزة في الماء يعني كالذي يكتب على الماء فلا تبقى الحروف ثابتة على الماء لأن الماء يغير هذا الرسم يعني أن هذه اللجاجة وهذا التقعيد منهم باطل وضرب أمثل على ذلك فمما ذكر من ذلك أنهم احتجوا بجمع القرآن جمع القرآن في مصحف واحد في عهد عثمان رضي الله عنه لما جمع في القرآن ووحد في مصحف واحد واحتجوا بالتأليف يعني كتابة كتب تشرح بعض حكام الإسلام واحتجوا ببناء دور العلم يعني المدارس ونحو ذلك قال فقال وغير ذلك مما هو وسائل لا غايات فهناك فرق بين الشيء الذي يكون وسيلة إلى غاية محمودة مثبت شرعا لكنها لا تتحقق إلا بفعل هذه الوسيلة فهذه الوسيلة طبعا تتجدد بتجدد الزمن وتختلف باختلاف العصور وها هو الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وإعداد القوة على عهده عليه الصلاة والسلام غير إعداد القوة في زمننا هذا فإذن ما أحدثنا عملا معين نتوصل به إلى إعداد القوة فإن هذه بدعة وسيلة وليست بدعة غاية يتقرب بها إلى الله ولكنها بدعة وسيلة ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد وبهذا أن ما تلجلج به مبتدع الحوادث في دين الله باستدلالهم بمثل هذه القضايا أنه ليس لهم فيه دليل أبدا لأن كل ما حصل فهو وسائل لغايات محمودة فكلما جدت وسيلة جديدة مثل المكروفونات في تبليغ الصوت مثل مصانع الأسلحة ونحو ذلك فهي تحقق قاعدة شرعية تحقق غاية شرعية والوسيلة مباحة لا بد أن تكون الوسيلة مباحة لكن لو كانت الوسيلة محرمة فلا تستخدم لو كانت الوسيلة محرمة فلا تستخدم ومثال ذلك إخراج السحر عن المسحور فإن الذين يذهبون للساحر لإخراج السحر ويقولون هذا الساحر وسيلة لإخراج السحر إخراج السحر جائز أن تخرج السحر لكن ما هي الوسيلة الوسيلة إن اطلعت عليه بدون أن تذهب للساحر لأن ذهابك للساحر إقرار له على عبادة الشياطين لأنه يستعين بالشياطين فهذه وسيلة محرمة فما دامت أنها محرمة فلا تستخدمها ولو أن رجل قال أنا في المعركة أريد أن أشرب الخمر لأنها تعطيني قوة قلب وإقدام ونحو ذلك وقوة القلب والإقدام في الجهاد مطلوبة مرغوبة لكن بوسيلة مباحة ما هو وسيلة محرمة فلا نجيز له شرب الخمر ويقول هذه من الوسائل فيشترط في الوسائل أن تكون مما يباح كما أن الذين أيضا يتشددون في باب البدع بما لا دليل عليه يعني الذين يرون مثلا أن بناء مدارس لتعليم القرآن أن هذا بدعة ويقولون الرسول ما بنى دور يجتمع فيها الناس وإنما كانوا يدرسون في المساجد فإذا بني دور لا حرج ما في فرق وهي وسيلة قد تكون المساجد تقفل أكثر الأوقات قد يحتاجون إلى دراسة كثيرة فهي من جنس الوسائل المباحة لا حرج في ذلك يعني لا حرج إذا كانت الوسيلة مباحة أما إذا كانت محرمة أو مكروهة فهذه تجتنب فلذلك بعض من الناس يغالي في هذا الجانب ويبدع بما ليس بدعة وإنما هو من باب الوسائل ومن باب المباحات قال فجمع القرآن من تصنيف وما أشبه ذلك كله وسائل لغايات هي مشروعة في نفسها فيجب على الإنسان أن يفرق بين الغاية والوسيلة ولا نأخذ المبدى الغربي الذي يقولون فيه الغاية تبرر الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة فهم يرتكبون الوسائل المحرمة لغاية يريدونها فهذا يعني قاعدة باطلة وهي من ما استخدمه مكيافلي في السياسة الغربية وهي أن الوسيلة تبرر الغاية يعني أنت مثلا عندهم تريد أن تضبط المجتمع وفيه مشاكسين فتقتل المشاكسين جميعا وتقول أنا الغاية الشريفة أنا أريد أن أضبط المجتمع لكن الوسيلة محرمة قاتل النفس بغير وجه حق لا يجوز أصلا وهذه الغاية التي تقولها يعني بعض الوسائل بعض الوسائل بعض الوسائل الموهومة أصلا ما تحقق لك ما تريد وليست من الوسائل المباحة ولذلك ما ينسب إلى الإمام مالك أنه قال يستصلح المجتمع بقتل الثلثين أو نحو ذلك هذا ما يمكن يقولها الإمام مالك ولا يقبل لا من مالك ولا من غيره فإن قتل النفس المسلم له ضوابطه المعروفة وليس فهذا مما يعطي بعض الناس الإسراف في القتل ويسر في قتل الناس ويقول الثلثين بضحي بهم ويصلح معي ثلث واحد وهي في الحقيقة هو الصلاح له هو يريد أن يصلحوا له لا يصلحون لعبادة الله ولا لله عز وجل فهذا يعني من التجاوز في الوسائل ولذلك مثل ما يحصل من التجاوز في تعذيب المتهم وليس فيه قرينة تدل على اتهامه يعني إذا كان فيه قرينة قوية تدل على اتهامه فربما يمس بشيء من العذاب لكن إذا ما لم تكن فيه قرية فالأصل فيه أنه بري حتى تثبت إدانته فهذه يعني ضبط الموضوع في الوسائل والغيات هو يحتاج إلى فقه في دين الله عز وجل فإن بعض الوسائل ملغية أصلا ولا يجب أن تسلك ولو كان صاحب الغاية يزعم أنها توصل إلى غاية حميدة أو نحو ذلك لكن لا بد أن تكون الوسيلة يعني مباحة وليست محرمة في دين الله عز وجل قال فيجب على الإنسان أن يفرق بين الغاية والوسيلة فما قصد لذاته فقد تم تشريعه ما قصد لذاته من التعبد الله عز وجل فقد تم تشريعه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام بما أوحاه الله إليه من الكتاب العظيم ومن السنة المطهرة ولدينا ولله الحمد آية نتلوها في كتاب الله وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلو كان من المحدثات ما يكمل به الدين لكانت قد شرعت وبينت وبلغت وحفظت ولكن ليس فيها شيء يكون فيه كمال الدين يعني كمال الدين من حيث التشريع فهو كامل ما يحتاج إلى شريع جديدة البتة ما يحتاج أن تزيد في الدين ولا أن تنقص منه لكن الوسائل تتجدد حسب أحوال المجتمعات ولذلك مما يشوش به بعض أهل الجهل على طلاب العلم أنك إذا قلت لهم نريد أن نرجع إلى عهد الرسول والصحابة قالوا تريدنا نرجع إلى عهد الجمال والحمير ونحو ذلك وهذا من باب التشويه فقط وإلا ما في عالم يحمل علما صحيحا يقول ألغوا هذه الوسائل المباحة الجديدة ما في عالم يقول ذلك لكن هذا من باب التشويه والمراد لما يقال نرجع إلى ما كان عليه الرسول والصحابة المراد في منهج التلقي في الدين من أين يتلقون يتلقون من الكتاب والسنة هذا هو المراد والصحابة يفهمون ذلك يعني لما قال أحد الصحابة ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا منه علم ليس عنده كشف طيور الدنيا كلها لكن يريد أن الحلال والحرام منها موضح صفاته من الرسول صلى الله عليه وسلم له مخلب يأكل اللحوم يصيده بهذا المخلب هذا محرم خلص انتهينا كل طير نطبق عليه هذه القاعدة كل طير نطبق عليه هذه القاعدة فكل وسيلة تحدث أو أشياء من ذلك فعندنا القواعد هذا المراد بالرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ولذلك نحن لا نحتاج إلى شيء جديد في ديننا لا نحتاج أن نرجع إلى التوراة ولا للإنجيل ولا غيرها من الكتب هذا في معرفة الحلال والحرام والأحكام لكن في معرفة الزراعة في معرفة الصناعة في غير ذلك هذه تجارب بشرية ما لا علاقة لكن في أحكامها ما هو الحلال والحرام هذا من الكتاب والسن أما كيف نزرع وكيف نصنع وكيف نبني ونحو ذلك فهذه من تجارب البشر لكن مضبوط بأحكامها وهذا المراد بتطبيق الشريعة تطبيق الشريعة أن تنظر في أحكامها هذا مما يحل ولا مما يحرب لما يطالب بتطبيق الشريعة وبعض من الناس يظن أن هذه ليس لها أحكام ما فيه شيء في الدنيا إلا وحكمه موجود في الكتاب والسنة لكن قد يجهلون بعض الناس نعم قد يجهلون بعضه ما كل أحد يعرفه لكن الأحكام ثابتة في الكتاب والسنة ما يخرج من ذلك شيء من النشاط الإنساني النشاط الإنساني كله خاضع للشريعة فإن النشاط الإنساني إما محرم وهذا تأخذه من الشريعة وإما واجب وهذا تأخذه من الشريعة وإما مكروه وهذا تأخذه من الشريعة وإما مستحب وهذا تأخذه من الشريعة وإما مباح وهذا تأخذه من الشريعة لأن المباح له صفات في الشريعة نكتفي بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتبولك اشتركوا في القناة